المشروع هذا ثمانية آلاف بثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهي الحالية نعم نعم المرحلة الأولى الحالية هي ألف عندما تنتهي هناك مرحلتين قادمتين هي ثلاثة آلاف الثانية وأربعة آلاف الثالثة نحن الآن باشرة دائرة يعني منذ زمن طويل باشرة الدائرة دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية بالتنسيق مع تنسيق مباشر مع هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ومدريات التربية في بغداد والمحافظات لتهيئة المواقع لله الحمد بحدود 70 إلى 75% من المواقع جهزت نحن الآن الجهد ينصب بإنجاز المرحلة الأولى بالتأكيد القرار سيكون لللجنة العليا لبناء المدارس بكيفية وآلية ووقت توقيتات الشروع بالمرحلة الثانية ترجمة نانسي قنقر